ايه هيفاء وهبي عجزت ولا ايه ما هو مش معقولة ملمحة تتغير بالشكل دا في يوم وليلة دي بعض تعليقات المتابعين لما ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في مهرجان كان السينمائي ايه هو شكل هيفاء وهبي وليه المتابعين اندهشوا من اطلالتها في المهرجان هيفاء وهبي جت لها دعوة المهرجان كان السينمائي فرنسا وما وصلت كان طبيعي جدا انها تتصور على سجاد الحمراء زي كل الفنانين والمشاهير هيفاء ظهرت باطلالة مميزة وجمعت اطلالتها بين الاناقة التقليدية والتفاصيل العصرية باسلوب مميز ولبسة فسان دي جمع بين لونين الاسود والوردي مع فيونكا ضخمة وقفزات ونسقت اطلالتها مع مجموعة مجوهرات من الالمس الفاخر وحذاء الدنتل وارتادت كمان وشاح بتصميم الفيونكا الضخمة باللون الوردي من الخلف وبكده جمع فسان بين البساطة والتفاصيل البرزة وده خلق قطع فنية مميزة على سجادة مهرجان كان الحمراء وبمجرد نشر الصور على انستجرام كلنا اتفجئنا بلي شفناه هيفاء ظهرت بتجعيد وبان عليها علامات التقدم في العمر المتابعين انقسموا الفريقين الاول كان مستغرب من اللي حصل لها لانها بالنسبة لهم ايقونة الجمال ورمز الانوسة اما الفريق التاني فدول بقى عشاء هيفاء وبيحبوها زي ما هي وشايفين انها رغم ظهور علامات التقدم في العمر عليها اللي ان دي حاجة طبيعية وبتحصل لكل نجوم العالم واتكلموا عن جمالها اللي اميزها عن باقي نجمات جيلها وجاذبيتها لمستمرة من سنين طويلة وهنا بدأ بعض المتابعين يهجموها وطلبوا منها تحترم سنها وعمرها وما تلبسش الملابس المسيرة للجدل لانها ما بقتش رمز للشباب زي زمان وطلبوا منها ما تعيش دور بنت العشرينات تاني وتعمل ادوار تناسب سنها وقال بعض المتابعين هي كبرت امتى وفين وازاي معقولة دي هيفاء هي الصور دي بفلتر يا جماعة ولا فوتوشاب اما بقعوا الشقها فجابوا صورتها اللي ظهرت بيها في مهرجان كان مع صورة تانية لها برضو بفلتر واكدوا انها جميلة في كل حالتها سواء بتجعيد او من غير كتير منهم دفوا عنها وقالوا ان تجعيد مش حقيقية واللي حصل ان صورة تاخدت من زوية غلط بشكل اظهر تجعيدها دي مش اول مرة هيفاء تصير فيها الجدل ولا هتكون الاخيرة لانها بتتصدر تراند بمجرد نشر صورة لها على السوشال ميديا هيفاء اتولدت في 72 في جنوب لبنان من اب لبناني مسلم شيعي اسمه محمد وهبي وام مصرية اسمها سيدة عبدالعزيز ابراهيم نشأت في بيروت ولها ثلاث شقيقات واخو حيد وفي بداية التسعينات اتجوزت من ابن عمتها نصر فياض زواج عائلي واسناء حملها سفرت معها لافريقيا لانه كان بيشتغل هناك وخلال فترة حملها رجعت لبنان وانجبت طفلتها زينب في بيروت وبعدها انفصلوا عن بعد بعد كده ارتبطت برجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة بعد ثلاث سنين تم الانفصال بينهم ومن وقتها ما ارتبطتش بحد تاني وفي سنة 92 شاركت هايفاء في انتخابات ملكة جمال الجنوب بالبنان وفازت باللقب لكن اتسحبت منها الجيزة وده بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة ليها وبعدها بلقت العمل كعرضة ازياء في وكالة نضال البشراوي وكانت من اشهر عرضات الازياء في العالم العربي وبدأ الجمهور يتعرف عليها بدأت هايفاء في مجال الغنى واصدرت كتير من الالبومات وبعدها اقتحمت عالم التمثيل فشاركت في مجموعة من الاعمال السينمائية والمسلسلات الدرامية خصوصا في مصر وبدأ الجمهور يتعرف عليها بشكل كبير شهرة هايفاء كان مصدرها تعمدها للجرأة في اعمالها زي فيلم حلوة تروح زي الجرأة فساتنا واطللطها المسيرة والجمهور اتهمة اكتر من مر انها حاولت تزور عمرها في اوراق رسمية وكتير كانوا بيبصولها على انها جدة ولازم ترتدي ملابس تنسب عمرها بس دايما هايفاء بتبان اصغر من سنها وهي كمان بترتدي فساتين شبابية واطلالات كاشفة بتظهرها في سن اصغر من سنها في نهاية اكتبونا رأيكم ايه في اطلالة هايفاء في مهرجان كان السينمائي